أشقه هو جرنان الصباحي أن ديوان الوطني للتطهير يقوم بالمساعدة القائن في تنظيف البلعات لأن عملية التنقية كما قال تقع على عاتق البلديات شهر أبريل 2018 حتى الآن تقريبا عشرين ولاية عرفت فيضانة كبيرة يعني معظم الولايات وبالفعل مؤخرا قمنا بزيارات متعددة سواء في ولاية تبسا وكان حضور الديوان الوطني للتطهير والمؤسسة التي تبع القطع المواد المائية عن طريق التنقية يعني مساعدة البلديات لأن هذه المهمة هي مهمة الجماعة المحلية في تنقية البلوعات وهذا شيء واضح من خلال قانو الأساسي للديوان الوطني أبدأ معك سي جمال عشوش أنا لاحظت في بلدية بلخادم بداية الأشغال تهيئة البلوعات وكما استمعنا هذا الأمر يقع على عاتق البلديات البعض يسأل من المواطنين لماذا في هذا الوقت بالذات لماذا لم تكن أشغال تنقية البلوعات شهر سبتمبر على الأقل سؤال هذا سبقتني على كل حالي كنت أقول لك بلي حالياً بلديت بلخادم رأي تراقب في البلوعات كنا بدينا في الصيف بداية مايلي بدينا في تلقية البلوعات والإيزافالور واللكانيفو عامة حالياً الأوبراصون تعدوك رأي لفيريفيكاسون نحن الآن في الرتوشات الأخيرة من أجل تنظيف اللكانيفو والبلوعات الأوبراصون بديناها موات ماي جوست كي يدخل الصيف بدينا لأوبراصون تعد نقية المنصنة وحتى تلحق لكاتاسترات تجيشتها باش نبدأ ونقية واتستيرها وعلى المواطن مايشكي في بعض المناطق قد تكون فيها أحواض من الماء لما تساقط أمطار غزيرة في بلدية بيرخادم البعض منهم يسأل بلدية بيرخادم حمد لله مسارات الناش ولو أنه لاحظتوا فيضانات صراغ الأدنية رفواء معظم بلديات ممكن في العاصمة وخارج العاصمة كأسروا لهم ديكا هدوية بيرخادم الحمد لله مسارة ولا شيء لأنه قد تكون الأوبراصون بديناها مواد من وليس فقط تنظيف البالوعات ونكري ديزافالواري ديكا نيفو كين أماكن خاصة وين حابطة وين الحالة بانشي واحد يركز على الأماكن هدوية حتى المنطقة اللي عالية ما وش رح يتخزن فيها الماء تركز على المنطقة للسفلة اللي حابطة لازم تكري البالوعات وتكري ديكا نيفو من بعد الروح لتلقية هذا اللي كان يفهم في تجلبين سي بالقاسم قسوم الإجراءات اللي قمتم بها في تجلبين ونعلم أنها بلدية ذات طابع ريفي الأكثر لكن في الوسط الحضاري وين كان المدينة قمتم بدون شك شكرا لأخارك على هذا السؤال يعني نحن اليوم الحمد لله بلدية تجلبين هي بلدية تقريب 70% كلها كلها ريف أما المدينة الحمد لله ما عندنا مشكلة هذا ونحن كمجلس شعبي بلدي جديد تكون في ديسمبر اللي فات 2017 يعني رانا قايمين بها حتى البالوعات هذه والطرقات في وسط المدينة رانا نعود لهم كل جديد الطريق نعودوها البالوعات رانا الحمد لله يعني ما عندناش إن شاء الله مشكل بإذن الله ولو أنه البعض يقول أنه البلدية ليس على عاتقها صيانة هذه البلوعات وصيانة هذه المجاري ممكن مصالح الري تدخل فيها مصالح أخرى من غير البلديات واش نقول لك الأخ ممكن إحنا عندنا كبلدية مع لونة نعيطوا لهم لشركة هذه لونة كاش ما يكون عندنا هم يجوا يعاونونا كين خدامة تواعناتها البلدية وكين تعالونا هذه لونة عندهم ماتريالة عندهم إمكانيات خرم البلدية هم يدخلوا وإحنا معهم في تجلبين ما سجلتوش الحمد لله هذا الساعة الحمد لله إليس بحلي سيد الرئيس إلي تكلمنا عامة عندك الحق في سؤالك لي طرحته أنه ممش من البلدية هي اللي توقف على البلوعات هي اللي تنظفهم لأنه علىه في الأنظام في 2013 عندما بدوا مشكلة النفايات والتنظيف المؤسسة الأكسترانات بعدها ناتكم هي اللي تقوم بكل شي إحنا مدينا كبلدية مدينا إمكانة إحنا نيكزوب أعطيت كبير خادم مدينا أكثر من 140 عامل مؤسسة ناتكم وعطينا 16 شاحنة إلى غير ذلك لكن أعطيك كامل خدامي تواعي بمعنى أنت اللي تقوم بعملية تنظيف رفع النفايات وتنظيف طروقات والبلوعات إلى آخر لكن هذه المهام تقع على عاتقكم أنتم على مسؤوليتكم أنتم تحت إشراف البلدية وليس على عاتق البلدية كين فرق بين الإشراف والعاتق تحت إشراف البلدية بمعنى أنت كرئيس بلدية المسؤول على التطبيق المسؤول على هاتشي دوك لا تكلمنا بي هلوش حبي يفهم المواطن حبيت نقول بلي أنه الآن إلا تكلمنا عن المشكلة نفايات باش من نخرجوش احنا ندينهم مؤسسة ناتكم بالمواطن يجي لرئيس بلدية أنا نتكلم على 1541 بلدية اللي عندهم المؤسسة هدوية اللي رم يمارسوا ورم في الميدان بس الناس تعرف رئيس بلدية لا تعرفش وحدة آخر حنا إلى تكلمنا عامة انبياسو اللي عنده موظفين عنده عمال في البلدية في قطع النظافة ما يسنناش حتى هنا باش من غصوش شمس بالغرباء وما قولوش بلي رأس بلد البلدية تم يمارسوا ورم يديرو كاين اللي روي تقاعس كاين اللي روي سنحتات التفر حتى ترطق الحالة حتى يكون فيضانات حتى يدل حتى تكون أرواح حتى تطيح أرواح باش نتحركوا بكل صراحة في بداية الصيف شوف الأم مناطق تاعك خاصة من حط الحالة تكريري كانيفو تكريري زافل وار تنقي تعود لسيني اسمو نحنا بيرخالي نعطيت كان بتي تلك الصبر عدنا الميروف ولي تحت النار قلت بلدية حابطة مثل جميع نظر بلديات نتواجدين في العاصمة بلديات العاصمة ولتعلى سوريا تلقى البلديات اللي حابطين عندهم الميروف ينخذون فيها أكثر من ميتون وسبعين بير ربنا نستغلو في ثلاثين بير فقط كي ما تستغلش انتا الآبر هادو يطلعوا تحت الارض انتا هنا مديريات المالية اللي جران برونجيل اللي تويو الكبار تعلميه والدوميل تتحملهم مديري وزارة المورد المائية هي اللي تتحمل مشاكل كثيرة أما البلديات تقعدون من قنوة الصرف الصحي وكذا البالوعات وليزافلون ويكاريفون إلى بعد وقوع هذه المشاكل اللي شفناها في تبسة شفناها في قسنطينا في سيد بالعباس مثلا في بلدية جلابين سيبن قاسم قسوم قمتم بإجراءات خاصة الأودية فيها أودية بلدية جلابين قمتم بالمراقبة هل هذا من عاطقكم يعني أنكم تراقبوا الأودية مجاري الأودية نعم عندنا وحوالي 15 يوم تراقبوا الويديان كل بلدية جلابين والحمد لله يعني ما شكلوش خطر على السمكان ما شكلوش إن شاء الله ما عنوش خطر إن شاء الله ما عنوش خطر بإذن الله يعني الحمد لله وأودية تابعين المورد المائية خاطئين البلدية صحيح لكي المواطن المواطن يجي البلد مواطني يمكنهم عدد البلدية واش رايجي لرئيس البلدية وحنا الحمد لله كي جينا عندنا مواطن قبل نستقبلوه ونستمعوه ونواسولو على رأيه بكل صراحة قول لي عندكم أنتم كرؤساء بلدية الإمكانيات للتنقية لصيانة ولمراقبة كل هذا البلوعات والأوضية كانت إمكانية مالية لتكفيكم أنكم تكونوا على طول العام وقفين على هذا الأمور شكرا الأخ السؤال هذا لو كان البلديات عندها الإمكانيات اللي راك تقول عليهم ما راناش العمال التعنا كبلدية مدينهم اللي سوسيتي كما احنا في بومردس عنا مدينة مؤسسة ولائية مدينة العمال اللي قاع راهم عندها على هي عندها الإمكانيات نحنا ما عندناش عندها بلدية عندها عشر خدامين عشر خدامين هما اللي راح يعني يغطي لكن كيف الوزير الداخلية يطلب من رؤساء البلديات أنهم يخلقوا الطروة في بلدياتهم بلدية جلبين معروفة بسوق سيارات من المفروض أنها عندها مدخول يعني البلدية لا لا لحنا الحمد لله لحنا عندنا مدخول والبلدية مشاء الله وإن شاء الله همنا القدام يزيد الخير يدخل بإذن الله والسوق هذا الأسبوع للسيارات أرى أنا إن شاء الله ملونسين وراح يدخل لنا 14 مليار و130 مليون في العام إن شاء الله يدخل لنا حتى العشرين مليار 20 مليار ولكن اليد العاملة فيه مدخول يعني مليح جيدا ويخليكم صموا بهذه الأشغال تخصوها ميزانية ولكن الأخارون اليد العاملة العمالة الرئيس بلدية ما عنده صالحية بشير كريتيا خدام بشير داخل خدام بي من نخدم عندي المال وما عنديش خدام أنا ماذا بيها يفتحوا لي بوست شحاب يقول سيد الرئيس بمعنى حتى ولا عندك المال كي بلدية غنية كيم توسطة كيم فقيرة كي بلدية الغنية المعروفين في الجزائر مثل حسين سعود وضع البنضة وهوارن إلى غير ذلك تتعدى ممكن يزالي تحوكم سلف مليار كي بلدية متوسطة كيمة احنا عدنا حوالي 440 مليار كي بلدية وحدة أخرين عندهم 19 ملايا ما يكفيهمش حتى بشير خلص الخدامين تواهوا بمعنى ما ميلاك كان عندك المال وما عندكش موظفين المورد البشاري اللي على بلكم بالتوضيف رمو جمد ما تقدرش تفوزي الإشكال اللي كان حلول اللي عندهم المال كي ما احنا كوافة في الميزانية الإضافية كنا خصصنا مبلغ 4 مليار سونتين من أجل إعادة ليزافل وار والكارنيفو وكذا تقدر تدير سوسيتي سبيسيال ما هي اللي تنقي هذا الشيء البلدية اللي عندهم المال بإمكانهم يوكلوا طيب بنا نشوف النقاش مع الزمال فقط نحاول عرض مجموعة من الصور انتقيناها من موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من صفحة خاصة صور لمكان كان شهد برك بعد تسقط أمطار غزيرة تم تنقية هذه البلوعات نحاول فقط أن نعرف ما الذي يوجد داخل البلوعات التي تم تنقيتها عدد كبير من الأحجار لا ندري كيف دخلت هذه الأحجار البلوعات اللي كانت مغطات بالغطاء الحديدي ما الذي يوجد داخل البلوعات عبر ولايات الوطن وعبر بلديات الوطن مجموعة كبيرة من القنينات يعني الماء والبلاستيك ما الذي جاء بكل هذا الأوساخ داخل البلوعات مغطات ومن أين دخلت أو كيف دخلت هنا نفتح قوس نتحدث عن سلوك عدد من المواطنين لأنه عمم على كامل الناس لكن فيه سلوك غير حضاري لعدد من الجزائريين ليتسبوا في يعني في هذه الظاهرة ومن بعد لما توقع يوقع الفائضان يقول البلدية ما خدمتش ما خدمتش شكرا صحيح أبستاذ نحن رأي نشوفه حتى مواطنين اليوم من البالكو إلي حاشاكم من فيا هذه اللحا من البالكو ما يحتارمش حتى الناس اللي يراهم برا أنا نشوفه فيها ونقوله ربي يهديهم على كل يربي يهدينا ويهديهم حتى العمال كي يجيوا يرفدوا ويديروا في الكاميو يرفدها إليه حال في الكاميو ما يخزرها شمين بايلة جات الداخل شاحنة ولا راه يبرا صدقوني بالله غير تعودوا لي البراء إليه حاوي يجري يركب يرسلك روح المهم هو يصور الجورني حلا نقوله ربي يهدينا ويهديهم أنا حبيت نركز على انعدام ثقافة النظافة سلوك سلبي عند البعض من المواطنين نركز البعض فقط من المواطنين يساهم في غرق أحياء بكاملها ممكن أنك تلقي قرورة واحدة فقط بلاستيكية مع عشرات من القرورات تساهم في غرق حي بأكمله إشكالية هذه توافق الطابق مع النفايات عامة نحن عندما نقوله المواطن عندك هاو الوقت اللي ترمي فيها من ثامنة مسائل إلى غاية السادسة صباحا فيما يخص النفايات مش جوز شاحنة الناس كون ترفض النفاية هذه عندما نتكلموا أليزا بالوار وليكان يفون قولوا المواطن أنه ما ترميش كين أشياء حتى ممكن البالوعات احنا كم سؤولين كين ديرين تورني ما نلقاهم كين يديهم كين يسرقهم كين يرفضهم إلى غير ذلك سما الوقاية نتكلموا عليها في كل مرة ونقولوا الناس ما ترميش إلى غير ذلك وشنو تبقى طريقة على البلدية لازم عليها تنقي وتكون آجور وكبكل صراحة المواطن حملهم مسؤولية كبيرة على وشو ستصر سواء النفايات سواء البلوعات سواء وش رو يتعمر وشو يتبلوك وسواء في المشاك تعرفها يضان وشنو احنا كرؤساء بلديات ندبروا رأسنا لازم نوقفوا ونشوفوا كيفاش لازم نديره لازم نقياه في الوقت لازم توقف لأنه على رئيس بلدي هو رح يتحمل مسؤوليتها ما في الآخير بمعنى دبر محينك دبر راسك رح دير لكاني فولي زفال ورنق ودير لاتورني ديريني كيب سبيسيال احنا حاليا إلا يمددت أنا نحب نتكلم دايما عامة على كل بلديات وشنا نتكلمت على بلديات بلخادم قلتك بدنا في موضمي خصصنا تسعين عامل بكل إمكانات المادية والبشرية من أذى التنقية ولازم نقعد لسويد ننشروا ثقافة النظافة عند الناس على الأقل نقضي على 50% من هذا المشكل الكبير الله غالب نحن رنا فيها رنا نتكلم وشاشا كفوا حتى الجمعيات حتى الأحياء الله يبارك رم يعونوا فينا وورا مواقفين وورا نمددونهم الحاجة اللي يجازم وشنوا العقليات على المواطن نتمنى مع التعوية مع التوعية ونزيدوا نتكلموا نوقفوا معهم إن شاء الله يعرفوا المشاكل هادوية الحجرة اللي اكتر ميها والبلسطيك اللي اكتر ميها قد يؤدي إلى فيضانات وقد يؤدي إلى حتى الناس لقدر الله قد تتوفى قبل أن نختم فقط مع رئيس بلدية تيجل لابين اللي جانا أول مرة نتحثوا فقط على بلدية تيجل لابين معروفة بالسوق ومعروفة بأنها منطقة زراعية يعني تزرع كثير من المنتجات في رأيك أنت المشاكل اللي يعني منها سكان المنطقة ولي دائما يرفعوا المطالب ليك أنت كرئيس في قهدة جديدة المطالب اللي لقيت تنمية كانت حبسة تنمية لقيتها حبسة ما كاش يعني المواطنين مدت خمس سنوات الماضي يعني اللي فاتت تنمية ما كاش تحدث على البنى التحتية طرقات على الجسور طرقات إناران كما نقول إحنا اللي سنسمو الصرف الصحي هكذا كلش يعني عمق ما عندناش وضعت خطة يعني الحمد لله اليوم رايح حوالي عنا عشر شهر وإحنا اللي دخلنا البلدية هذه ونتكلم يعني أنا عمر ممار السياسة هذه لأول مرة وراني رئيس مجلس شعبي بلدي ونشكر المجلس اللي رأوا معايا ونحييه يعني الحمد لله رأنا قدمنا حوالي ربعين مشروع للمواطنين ربعين مشروع رأهم كلهم في طريق الإنجاز يعني يعني كان يخلصوا وكان يسيبوا خلاصوا وما ليهم خلصناهم خلصوا هذه المقاولين وكان يرأهم في الميدان وكان يرأهم الوثاق اختحهم في الإدارة يعني الحمد لله أمور ما شاء معك يعني ما شاء الله حوالي ربعين مشروع ونشكر يعني السلوطات بهذه المناسبة على السلوطات الولائية وعلى رأسهم السيد الولي ورئيس دائرة بو مردس تمنى لكم توفيق إن شاء الله سي بالقسم وشكر موصول سي جمال أشوش شكرا لكم وتوفيق لكم إن شاء الله